اشتركوا في القناة قل لي يا كورابيكا ماذا كانت تقصد تلك المرأة العجوز عندما تحدثت عن ربان السفينة؟ إن موقع الامتحان يتغير كل سنة والربان هو الشخص الذي يعلم مكانه بالضبط وهو الذي يرشد المرشحين المؤهلين إليه يقال إن من الصعب على أي واحد العثور على المكان إن لم يرشد لذلك يجب علينا أولا أن نجد الربان لكي يدلنا على موقع الامتحان اسمعني جيدا يا جون علينا أن نقنعهم بما لدينا من موهبة ومهارات إذن تبدو المسألة مؤقتة ألم نصل إلى الموقع بعد؟ يفترض أن الطريق يستغرق ساعتين وقد تجاوزنا الساعتين ونحن نمشي إني أتدور جوعا وأريد أن أسعف نفسي هل تعب؟ أرجوكما لنرتاح يوريو إننا نقترب ماذا؟ كان عليك إخباري من قبل يستحيل السير خارج القنال فالأفاعي منتشرة هناك هل من المفترض أن نسبح؟ أنظر هناك قارب الماء يتسرب من هنا حاول أن تمنعه حاول أن تمنعه حتى نعبر لا تقل لي أيضا إن هذا جزء من الامتحان إذا كان كذلك فهو صعب نعم هو كذلك ترى ما الأثر الذي تركناه في نفس الربان في تلك الرحلة؟ ما رأيكما أنتما؟ هذا الأثر؟ المظهر الخارجي هو المهم أعتذر إليك يا جون فأنت لا تتمتع بمظهر لافت للانتباه أما كورابيكا فينقصه بعض الطول وأنا الوحيد الذي ترك أثرا حسنا لدى الربان صحيح؟ لا هذا أمر ثانوي ماذا؟ الحقيقة هناك أمور أهم من المظهر وهي أيضا تأخذ بعين النظر نعم كالذكاء والمعرفة أما جون فلديه صفات مميزة وكثيرة جدا يفتقدها غيره صفات مميزة؟ إنك لا تلاحظ ذلك نعم لديك صفات كثيرة ومميزة ولا يمتلكها يوريو أما أنا فأملك الشجاعة لا أخاف حتى ولو هاجمني وحش يوريو خلفك خلفي؟ أفضل أنظر حولك إنني سريع بالتجديف كما رأيتم أستطيع عبور محيط واسع وكأنني أعبر بحيرة ما هذا؟ هي آثار لقبيلة سومي اقرأها تصعب قراءتها إذا فقدت منها بعض الأجزاء يا جون لكن يبدو أنه تحذير شديد جدا لمن يؤذي هذه الأطلال هاي أين أصبح الطريق المستقيم؟ الطريق الذي تكلمت عليه العجوز انظر إنه هناك إنه يبدو لي طريقا ملتويا أما العجوز فقالت إنه مستقيم الطريق غير مهم فمسارنا يمكن أن يكون مستقيما أصحيح؟ أجل شكرا لك على هذا الإيضاح شكرا بكم موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنت واثق أننا في الاتجاه الصحيح إلى الموقع؟ لماذا لا ترد؟ لوحة تحذير من القائمين على الامتحان جون أنت تسير بثقة كبيرة وتبدو أنك غير خائف هذا صحيح فلم كان للخوف أبداً في قلب الصياد يا صديقي إذن لماذا وضعت اللوحات التحذيرية في الطريق يا جون؟ كي يختبر مدى خوفنا اسمع منزل مبني على جبل شاهق حيث يكون الليل مظلماً جداً لكن الغابة ليلاً هناك تحتلف تماماً عن هنا وجدتها انظروا شجرة الأرز هناك أما من أحد؟ نالغريب أن لا نجد أحداً قالت إننا سنجد زوجيني هنا يبدو أنه لم يصل أحد من المشتركين قبلنا هذا يعني أننا السباقون والآن ماذا سنفعل؟ سأدخل احداك أنقذ زوجتي سألحق به يوريو اعتني بالجريح تأذلك لي يا كوراليكا أين اختفت؟ بيتو جون على الرغم من الظلام في هذه الغابة لا تلحظ أي حركة خاطفة للحيوانات الشرسة يا له من شجاع لا تلحظ للمرأة هاها تعال وقد تصعب القوة يا إلهي إنه يتكلم الحيوانات القادرة على الكلام هي الحيوانات المعالجة هذا كيريكو الذي يغير ملامحه يستطيع أن يظهر بمظهر إنسان لا تستهم به يا جون إن كان يتكلم في الأمر يصبح أسهل هيا هيا أيها الغبي كيريكو يا قل لي من أنت؟ لا داعي للقلق هل أصبت بأي مقروض؟ زوجي ماذا حدث له؟ لا تقلقي صديقنا يعتني به أرجوك خذني إلى زوجي من فضلك يا عزيزي أرجوك خذني خذني إليه هذا النقش هو يحتاج جرحك إلى بعض الوقت كما أنك في حاجة إلى بعض المضادات الحيوية قل لي ألا تنمو عشاب الميدوغودة في هذه الغابة؟ نعم في مكان بعيد حيث يمكن أن تظهر حيوانات شرسة أيضا كيف سأجتاز الامتحان إن كنت أخاف هذه الحيوانات؟ لكن زوجتي زوجتي أين زوجتي؟ أين؟ اطمئن جون وكورابيكا يهتمان بأمرها وسيرجعان عم قريب وستكون برفقتهما والآن أخبرني أين أجد عشبة الميدوغودة؟ إنها إنها توجد موسيقى 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 تعال وننبني لحظة توقف هذا أنا كورا بك هل أنت بخير؟ أين جون؟ يطارد الحيوان الشرس يوريو كيف صارت حال زوجها الآن؟ اطمئن سيكون بخير الجرح ليس عميقا كما يبدو أعطيتهم مسكنا آلام وتركته نائما في البيت يا كورا بيكا حسنا والآن لماذا فعلت هذا يا كورا بيكا؟ أنا ليس لصديق بين الأشرار هل فهم؟ هذا مستحيل كيف عرفت من أن كنت متخفيا؟ اسما لو كنت يوريو لفعلت الشيء نفسه ماذا؟ لقد أوصيت يوريو أن يعتني بالجريح ويوريو وعدني بذلك ولو أنه تخلى عن الجريح وتركه وراءه لفعلت الشيء نفسه به وضربته على أي حال؟ هل أستطيع أن أسألك سؤالا؟ من أنت؟ من تكونين؟ أريد أن أعلم هل أنت من الأشرار؟ ليس من السهولة العثور على الأعشاب لقد أبليت بلاءا حسنا لتصل إلي سيكلفني إرجاعك إلى قريتك كثيرا أجل هيا استعد لماذا لم تهرب مني؟ لأنني لست خائفا من قوتك هذه أبدا قل لي من تكون أنت؟ قل يا إلهي إنني صاحب واجب أكثر من الضروري يا إلهي يبدو أنني في ورطة هذا وقت الحيوانات الشارسة؟ علي أن أسمي هذا الوضع بالورطة الحقيقية أجل أعترف بأنني من الأشرار ولكن كيف علمت ذلك؟ من ذلك النقش النقش الذي تميزت به قبيلة سومي وكانوا جميعا من الأشرار وكل القبائل تعلم أن أصحاب هذا النقش هم من الأشرار وهذا النقش هو الذي كشف أمركم ما هذا؟ هل سيزعجني هذا الحيوان الشرس؟ أظن أن هذه الحيوانات مخلوقات شريرة نعم هذا يبدو على وجهي ما هذا؟ إنه أثر الإبرة لقد بدأت أذرك حيلتهم أنت أيها الوحش الشرير ذلك الجرح كان خدعة لنا فحسب أليس كذلك؟ يا للعار وأدعي أنني طبيب كيف لم أنتبه على خدعة كهذه؟ عما تتحدث؟ أنت هو ذلك الزوج الجريح وأثر الإبرة في ذراعك اليمنى هو الدليل صار كل شيء واضحا وانتهت اللعبة أنت غير الوحش الذي كنت أطارده لذلك من الصعب عليك أن تعيدني الآن وإن حاولت فسوف أتحداك ولكن كيف علمت أنني مختلف؟ لأنك تبدو مختلفا تماما عيناك مختلفتان وصوتك مختلف وأكثر خشونة إن أمعنت النظر في الأوراق المتساقطة أحدد الأشجار التي سقطت منها فالمسألة في غاية السهولة عندي يا صديقي كان عليك أن تظهر بشكل آخر عندما قفزت من فتحة الشلال هيا يا عزيزتي تعالي سترين شيئا لم تري مثله من قبل قط سنوات مرت نعم ولم يكتشف أمر تخفينا وأمر هذه الأقنعة ألا يمكن أن نعرف الفروق بينهما؟ لا ليس بالضرورة الوحش الذي صادفته وصادفه كربيكا ليس واحدا وكيف استطعت أن تفرق بينهما؟ تميز بين الحيوانات الشريرة وسابقا توقعت العاصفة أنت تملك موهبة مميزة الآن علمتم بأمرنا نخبركم أننا نحن محارة السفينة وأنا الابنة والابن أنا أهلا ابنتي وابني مثلا دور زوجين وكانا ينتظرانكم في ذلك المنزل تحت شجرة الأرض لقد كشف كربيكا سر هذا الرسم وهو الدليل على قبيلة سومي قبيلة الأشرار هذا يعني أنه مطلع على التاريخ القديم كما أنه صاحب نظرة ثاقبة جدا إننا معجبون جدا بملاحظتك القوية واكتشافك أننا غير متزوجين أجل أجل هذا صحيح أما السيد يوريوف على الرغم من عجزه عن اكتشاف أن الجرح كان حيلة وحاسم فقد وجدنك تعالج الجروح بمهارة كبيرة وأعترف بأنك إنسان رائع جدا ومدهش إلى حد بعيد وقفت إلى جانبي عندما تظاهرت بالخوف على زوجتي لقد تأثرت جدا بقلبك الحنون الطيب هذا يكفي لقد أخشلتني وأخيرا استطعت أن تكشف حقيقتي من أثر الإبرة الباقي على ذراعي أنت نبيه وذكي أما أنت فإنك شخص مميز يا سيد جون لا نصادف مثله إلا مرة كل عشر سنوات أنت ذو موهمة وقوة جسدية لا تنصف لو عرفتكما منذ البداية لكان التصرف معكما لائقا أعذراني لقد نجحتم في الاختبار الآن سنصطحبكم إلى موقع الامتحان الحقيقي أكره لما أكنا المرتفعة تبص فارجو يوريو ألم تقل إنك شجوع لا تخاف أخيرا سنخوض الامتحان الحقيقي للصيادين أتساءل أي نوع من الناس هناك وأي امتحان ينتظرنا تجاوزنا اختبار اليوم بنجاح ولا ندري ما الذي يخبئه لنا الغد لتعرف ذلك لأصدقاء نرجو أن تتابعوا حلقاتنا في موعدها المحدد إلى اللقاء